اشتركوا في القناة 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 لكي تدربهم على سوء عالي كن في تدريب طوال الاهتمام بالعميل على الوجه الشخصي من أهم رموان المتعلقة في تقديم الخدمة على أفضل وجه فلادي ميطاق على الاهتمام بالشخصية العميلة دي برضو من الحاجات المهمة جدا كما أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تلعب دولا هاما في ذبادل المعلومات عن العمل أو فيما بينهم على نطاق واسع في حالة عقوق خطأ ليس المهم تحديد المهضة إنما هو الأهم هو تقديم الضمان اللازم بعدم تكرار الخطأ ومحاولة تثبات ذلك للعميل يعني قل لك الناس هنا بقان مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بجد تلعب دور كبير في المعلومات إذا عملت أي حاجة أي مشكلة بتصهر هم الناس ده بكلم بعض بانشروعها في الميديا بتبقى عندك مشكلة كبيرة فقل لك في حالة وجوع الخطأ ليس المهم تحديد المهضة يعني ما تقول الله يا أخي الموظف ده أخطأ وإحنا عاقبوا ليكوا وقمنا قلناه مدينة ثانية ولا وقفناه من الشغل 15 أم لا هم هذا ما فهموا يعني هم ما فهموا الموظف هم إنه العملية تانية ما تتكرر العملية تانية ما تتكرره ما فهم منه الموظف تتخصم منه يعني تنقله تشيله من العمل تشيله من القسم تود قسم تاني توقفها من صاشر يوم توقف رادو هذا ما فهموا الكلام هو ما عندهم عاو حاجة شخصية هو عندهم عاو خدمة إنت تضمن له تعمل له ضمان إنه الخدمة دي لابد تكون موجودة سواء الموظف ده موجود ولا ما غير موجود لابد أن تكون الخدمة دي موجودة يعني هذا ما أكصوط بالكلام ده يقول لك هنا وضح رؤيتك من خلال رغبة المستسات الناجحة في توفير الخدمة الأفضل لعملايا فإنها تسعى الوضع رؤية من شأنها أن تخدم هذا الهدف والذي يتمثل في توضيح السس كيفية التعامل الموظفين مع العملاء بحيث تكون الرؤية بسيطة وسهل فهمها وتطبيقها وأن تكون غير غابلة للنسيان وغابل للتنفيذ والملاحظة والتدريب من قبل الموظفين معنى الكلام دي نكتا يعني يعني شأن المؤسس دائما الناجحة يتقل قاعدة أو يتخط رؤية يعني مثلا لخدمة العملاء يتخط رؤية يعني يعني وسأنا تتعامل في قسم مثلا الصيانة أو في مدرسة أو في يعني مكان بتاع التعليم المهم يتقدم خدمة فإنك تخط له ديباجة يقول له الله يا أخي أنت تعمله واحد اثنين ثلاثة أربعة مع العميل تتعامله كده الديباجة يعني لا تخط له يعني حاجة كبيرة كده يعني يعني أنه لا يستطيع هو يحفظ ذاته لحد ما يرجع للورقة التي تعمل فيها السياسات لا تكون حاجة مبسطة وحاجة معروفة وتدرب عليه يعني يكون في تدريب طوالي يعني يتعمل له تدريب ومراغبة لحد ما يجوز الحاجة يتعامل مع الناس يتعامل بالتدريب يعني أنه يتعامل مع العميل يتعامل مع العميل يعني في النهاية يتعامل له خطة أو رؤية تكون مبسطة وسهلة وغير غابلة للنسانية يعني لا تنسى وفي تدريب 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 مع العميل والاهتمام به بشكل خاص هنا علاقات دائما معه وحصول المنظف على الاستغلالية الرؤية التي تضعها لا تكون يعني يخذ فيها جوز المنتج يعني لا تنسى في المقدمة ويكون متفاعل مع العميل كل الحاجات تضعها في الرؤية فهذه لحد الآن نواصل في الفيديو اللي هو أننا نواصل فيها في نفس خدمة العملاء والعناء بالعوالة شكرا جزيلا